نستكمل الحديث عن الفصل الثالث من مقرر العوم العامة فصل الفلك الموضوع السادس بقايا المجموعة الشمسية الأهداف بعد درستك للموضوع مفروض تكون قادر على أنك تستنتق قصائص الكواكب الأقزام تعدد قصائص الكواكبات تفرق بين الشهب والنيازك والمزنبات الكواكب الأقزام تضمن كوكب بلوتو سطحه يتكون من ثلق النيتروجين والميسان غلافه رقيق نسبيا يتكون من غاز النيتروجين والميسان يبدو معتما بسبب بعده عن الشمس وحجمه الصغير يتبعه ثلاثة أقمار الكوكب الثاني من الكواكب الأقزام كوكب سيرز يعتبر أصغر الكواكب الأقزام من حيث الحجم والكتلة لا يتبعه أقمار يجب في تركي والكواكب الأرضية تشري الدراسات إلى وجود ماء بداخله كوكب إيريز الكوكب الثالث من كواكب الأقزام لصورته أممنا دي أبعد الأجرام السموية المعروفة في مجموعتنا الشمسية حتى الآن حجمه كتلته أكبر من كوكب بلوتو سطحه يتكون من ثلق الميسان الكواكبات الكواكبات هي عبارة عن أجرام صخرية صغيرة تدور حوالين الشمس بين مداري المريح والمشترة وهي تتكون من كواكبات الحزام الداخلي وهي القريبة من المريح وهي غنية بالسيليكا والحديد كواكبات الحزام الخارجي وهي القريبة من المشترة وهي غنية من بالكربون المزنبات وهي عبارة عن أجرام سموية غير منتظمة الشكل تتكون من مجموعة من القتل الجليدية والسخور والغازات ونشوفها إزاي عبارة عن رأس وزيل الرأس يتكون من جزئين الرأس يتكون من جزئين يعرف بهالة المزنب وهي سحابة من الغبار والجزء الثاني هي نواة المزنب وهي كتلة من الجليد والغازات المتجمدة بسبب بعده عن الشمس الزيل خط ضيق وطويل من الغبار والغاز ينشأ من هالة المزنب واتجاهه بشكل عام معاكس للشمس يبقى المزنب أجزام سماوية مغطاة بالغازات والسحب عندما تقترب من الشمس يحدث تبخر لهذه الغازات وتكون ديل يبقى أصبح رأس كتلة صخرية وحاولها زيل من الغبار والغازات عندما يبتعد عن الشمس يبدأ تاني تتجمد هذا الزيل ويرجع تاني على أن يغطي سطحه الشوب والنيازك تزبح بين الكواكب مواد صخرية أغلبها سهلة الاحتراق في الأغلفة الجوية للكواكب وعند احتراقها تسمى الشوب وإذا كان جزء مادتها يتحمل درجة حرارة عالية فإنه يستمر حتى يسقط على سطح الكواكب ويسمى في هذه الحالة نيزك يبقى ببساطة جديدة الشوب والنيازك النيازك هي كتلة صخرية إذا سقطت على الأرض ولم تحترك وسقطت كما هي كصخرة تسمى إيه نيزك طيب إذا احتكت بدغلة في الجو واحترك تسمى إيه شهاب يبقى إذن الشهب الشهاب هو إيه الشهاب هو نيزك محترق أكتب تقريراً يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع شهاباً